ساحة جديدة للحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر هي ساحة قانونية لمواجهة العدوان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في لهاي بهولندا حيث تنظر المحكمة دعوة تقدمت بها جنوب أفريقيا تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإدانة العدوان والمطالبة بوقف الحرب جنوب أفريقيا هي من تقدمت بالدعوة ضد الاحتلال بينما غابت أو تكاد كل الدول العربية والإسلامية عن أي ساحة لمواجهة العدوان أو لدعم المقاومة الفلسطينية عسكريا وسياسيا أو حتى قانونيا إذ اقتصر الدور العربي والإسلامي في أكثر مواقفه على المطالبة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يواجهون الموت في كل لحظة وفي أي مكان من القطع قرار إدانة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمطالبة بوقف الحرب إن صدر عن محكمة لهاي سيكون له تداعيات كبيرة على الاحتلال وحلفائه فعلى الرغم من عدم امتلاك المحكمة آليات لتنفيذ قراراتها إلا أنه في حال صدور القرار ضد إسرائيل فمن شأن ذلك أن ينعكس إيجابيا على مسار قضائي آخر يسلكه مئات المحامين من أنحاء العالم أمام محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاسبة قادة كيان الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة من جهة أخرى فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل نتيجة لحكم ما ضدها من محكمة العدل الدولية سيكون كبيرا وقد يؤدي على الأقل إلى تعديل حملتها العسكرية بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية مشيرة إلى أن كون إسرائيل ضمن الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأنها قررت المثولة والدفاع عن نفسها أمام المحكمة فإن ذلك بحسب تقدير الجارديان يجعل من الصعب عليها أن تتجاهل أي قرار ستصدره المحكمة ترجمة نانسي قنقر